أعتقد أن الخرجة الأخيرة الوزير لم تكن في محلها لأنه تكلم بليسان كل مغاربة أعتقد أنه فقط يمثل شبيبتي وكان عليه أن يصرف موقف شبيبة حزبه أنا كمتابع الشأن المحلي هناك تباين في العراء هناك من يتعطف مع القضية الفلسطينية وهناك من يتعطف مع القضية اليهودية وهناك جنس تالي لا علاقة لا بالقضية الفلسطينية ولا باليهودية كله همي والقوت اليومي دياله يعني لا يمكن أن نتكلم عن المغاربة كاملة بصفة الوزارية تخول لك تدبير القطاع الذي أنت مشرفون عليه وليس الكلام باسم المغاربة قاطبة هذا تصرح الذي يدل به هذا المسؤول هو خطأ من حقها أن يعبر عن آرائه وهذا لا يناقشه نحن مع حرية التعبير وهذا هو الإمتياز ديال المغرب من حق كل أن يعبر ولكن لا أحد له الحق أن يدعي أنه يمتل الشعب المغربي المادة 41 والمادة 42 من الدستور المغربي الملك هو حامل ملة والدين الملك هو الوحيد الذي يمتله السيادة المغربية وهو الذي يمتله الشعب المغربي لا يدعي شيء واحد عنده شيء تمتيل حتى من يدعي الآن أقوى سياسية يلا الله عندها مليون وشي خمسمية صوت بمعنى مليون وخمسمية صوت أمام أربعين مليون لهوة إعداد الشعب المغربي لا تمتله شيئا لا تمتله شيئا إذن لا يغلط شيء واحد رأي العام يقول ويدعي أنه يمتل الشعب المغربي تمتله المؤسسة الملكية وهي التي عليها الإجماع اليوم بالنسبة للسيد الوزير نقول لي بلي أنه هو خرجة غير موفقة لي خصوصا أنه رجل دولة يعني رجل قانون قاري قانون محامي دار واحد الخرجة بإسم الشعب المغربي اللي أصلا هو ما كيمتله هو كيمتل الشبيبة عدل وثنمية بصفته رئيس الشبيبة عدل وثنمية وكيمتل المنصب لي عنده يعني وزير القطاع للشغل والوحيد اللي عنده الحق أنه يهضر على يهضر بإسم الشعب هو المالك محمد السادس نصره وإذا أريد السيد الوزير أنه يهضر قضايا وطنية نعطيه القضية اللي خصوصي يهضر عليها هو ديال الشغل وديال تشغيل الشباب اللي كي يعانيوا من البطالة حاليا نرى أغلب الشباب كي يعانيوا من البطالة يعني هذه نقطة مهمة له وكوزير الشغل أنه يخصي يهضر عليها قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونه وفلاشين يوتيوب وبرتجوا الفيديو وديروا جام وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي اشتركوا في القناة